مايا لما نقول نهار الجمعة ونقول فقر ديزاين يعني بفور وافتر مع المهندسة هيا نادي أبو جودة حدد خلينا نتقل عندها تنشوف شو هي الصور اللي اخترتها وهي دي الباست فارت لقلي على نهار الجمعة هيا نادي هاي كيفكن اليوم؟ الحمد لله وانت صفا صفا اليوم هي دي أحلى فارت عند كل العالم صراحة دايما بيكونوا ناطرين البيفور وافتر واليوم رح نشوف بيت عماد عماد بعض صور بيته وحطت كاميرا مثل العادة على انستغرام بعتلي شو عنده مشاكل بيحس انه لازم نساعده فيها ورح نشوف شو رح نعمل رح نبلش اليوم مثل العادة اكيد نحط الصور يلي عماد بعض لنا ياهن وعلى كل صورة رح نعلق ونحط شوي كومنتز دي فينا نزبط فيها للصورة للبيت ونرجع نفرجيكم الافتر رح نبلش سوى باول صورة هون اول صورة بعضها عماد هي الانطرية اللي منفوت منه على السالون حاتت كنابية كتير كبيرة جلد مع كرستين كلاسيك شوي كابيتوني يعني الميلانج منه صح بس القطع لحالهم كل واحدة بحط زيتها اكيد حلوين حتى الطاولة الضخمة هيك بالنص بيناتهم منه زابطة مع البقيين عماد جرب انه يحط رف ورا السوفا تبلشت حط اكسسوار وعاملها الفيترين يعني محاولة مجرب قد ما بيقدر انه يركب ديكورات بس المشكل انه منه الموصلين ببعضهم يعني منك الويدة عصم رح نشوف صورة تانية كمان عماد انا متل وعدتك على الانستغرام قلتلك رح قللك النقط اللي فيها بوزيتيف والنيجاتيف بس بلشت شوي بالنيجاتيف طاولة الصفرة اكيد كتير حلوة طاولة الخشب كتير حلو معمول من الجوز طبيعي يعني ما رح ندق فيها اكيد والفيتريني اللي وراها مبلش انت تحت مريات وتشتغل على فكرة الدرسوار او اللي حنسميها ديستارت هلأ المشكل بهيدا اللي ساير هون انه الرادياتور مبين ومبين انه مشغول بس فوقه وتحت مش مشغول شي كمانا يمكن عما تفكر متل ما كتير ناس بتفكر انه ازا عملنا كاش رادياتور ازا سكرنا عليه للشوفاج يعني بيبطل يعمل حرارة مظبوطة وهيدا الشي اكيد غلط لانه قل له طريقة كيف ينشغل وتضلل حرارة بالبيت مظبوطة خلينا نكفي بالصور نمشي شوي صغيرة منشوف الصور كلها نعمل هيك دورة سريعة يعني هون كمانا عنده شقفة تانية من السالون البيت واسع وفيه كتير potential عماد حلوة كتير الشمينة هلأ شاغل حد الشمينة القدد الخشب وشاغل كمانا قدد ومطلع منه شقفة طاولة هاي كواتية مثل كأنه بار بس بار على طاولة لانه مش بار عالي الكراسي ياسون كرسي عادية يعني انا اكيدة هون انه هيدا الطاولة اللي حطتها هي على الخمسة وسبعين او ثمانة وسبعين سنتي علوة عن الارض يعني منه بار العادية اللي منحطه مثلا على مية وخمسة سنتي كمان بتزبط بس المشكل انه عامل فيها يعني قاطش السالونين عن بعضهم بطريقة شوي كبيرة مشان هيك كمان رح نلاقيه لطريقة انه باركي مننقل هالبار منحطه غير محل تيضل البيت مفتوح على بعضه الفساد طبع الشمينة بده شغل ما رح شيل شي ابدا من الخشب الانت حطه بالعكس هنزيد عليه تنكمل الفكرة تيبين انه هيك كان مقصود نحنا اكيد انا ما بحب دايما اذا واحد شغل بالبيت انه في كل القصص عن الحيطان مانا براتيك ومش مزبوطة ومانا بطولة بصراحة مشان هيك رح نكفي على الموجود ونعدل بالاشياء اللي نحنا عن جد منلاقي انه نصيحتنا تجي بمحلة هلأ كمانا بيانت معنا صورة بيبين اكتر الباري اللي انا عم بحكي عنه كيف نبين طالع من الحيط الفكرة انه انت سميتها بار بس هي الطولة عريضة يعني العرض طبعا هون عم بتحكي 80 سنتي بهالطول كله يعني صار عندي تقريبا طولة صفرة لأربع اشخاص او حتى ستة لو الكراسي اللي عندك هولي كانوا اصغر كنت بتقعدوا ستة مرتحين وهيدا الشي قاعد بنص الطريق هيك مش مزبوطة فانا بفتكر انه هالسالون قطش وعطى المشكلة اللي انت بتقلي حسيت انه بيتي مفرفت وهون هاي المشكلة انا نصيحتي اكيد حنشيلها هيدا الطولة خلينا نكفي ونشوف صور بعد هون عم نعمل كلوث اوب هيدا الصورة بعتليها كمان عماد اقرب لنطلع ونشوف الشمينة انا شفتك ادي شغل فيها هيدا الشمينة يعني شغل برخام من تحت وعامل القدد هولي على الحيت ومدوى وراه هون وعامل كل الشغل اللازم هيدا الشي راح نزيد عليه شوي بس المشكل انه انا هون الشغل الفساد ضغري اللي حده يعني هي السوفا اللي بلشنا فيها باول الفقرة متل كأنه هيك قطش تاني وبيت تاني انا اللي عم جرب اقوله انه بنا نجمعهم كلهم ببعضهم وبدنا ننسق الالوان بطريقة انه يصير البيت فيه بالنس اكتر وفرح اكتر متل ما انت طلبت مني لانه الاكسسوارات اللي عندك حلوين بس محطوطين بمحلهم الغلط فالكنابية راح نرجع نجمع لك يهم بغير مطرح والكنابية اللي بدك تشيله وتقلي ما بقى بدك يهم متل ما قلتلي انت السالون هيداك اللي راح نشوفه بعد شوي راح نشيله ونحط محلو خلينا نكفي كمان على هيدا السالون اللي عم بحكي عنه عيمات كان عم بيقول انه هيدا التولة كتير كبيرة وحسسها كتير ضخمة هي كتير حلوة بس حسسها ضخمة والسالون طبعا منه زابط معه هون اليوم السالون هيدا كمانا كنابية جلد يعني صارعنا ثلاث كنابية جلد بزيت البيت بفتكر شوي اوفر وخصوصا انه مبلش حاطة كراسة كابيتوني كلاستيك مع اول سالون يعني الملانش تبع الفرش محطوط بطريقة غلط اذا منتطلع هون منشوف عامل الخشب يمين وشمال رابل للشمينة هيدا فكرة كتير حلوة وعملون سلايدينج اكيد هون ما راح نقرب عليهم كمانا منعملون شوي تأبغريد الشبك بالنص بده تثبيت انه كيف بده يصير مجموع مع هيدا الواجهة لانه الواجهة ما فيها تكون هيك مقطوشة انه خشب يمين خشب شمال وبالنص ما بعرف شو بدنا نعمل فهون راح نحط البراد اللي زمين ورح نكفي الفساد كلها سوا يعني المهم النتيجة بس نبلش ببرسبكتيفات يلي حطينا فيهم الحل انه نكون بلشنا من اول السالون ولفينا للاخر تيكون كله متنسق مع بعض منكفي كمان ومنشوف اول صورة يلي بلشنا نحط فيها السوليسيون حسب ما انا عم بقترح اذا بتنتبه هون عماد اول كنابية نحنا بس نفوت لعندك على السالون على اليمين انا شلتلك الكنابية الجلد الكبيرة لانك كنت قيل لانه فيك تضحي فيها مشان هيك انا بقترح انك تحط كنابية كابيتوني وتحط كنابية فيها كالر لانه البيت كله محاتت انت كله نزيت الالوان هلأ وراها بفضل انك تشيل الرف بصراحة وبفضل انك تحط لانه ما بدي نشتغل كتير بالحيط حده فيه شغل اصلا موجود بالخشف فهون حتينا وعم نزيد الاكسسواري اللي ناقصك انت جيت قلتلي بركي من حتى بلو بركي من حتى مراية انا بختار المراية بهيدا السبايس اللي عم بحكي عنه يعني ورا السوفا اذا حطيت ثلاث مرايات بالطريقة اللي نحنا عم نقترحها هني عملوا اللوحة او التابلو يلي انت كنت عم تسألني عنه هلأ حده انا بفتكر انه اذا مندهن الخشب منخفف من الوان السنديان على لونه ومنعطيه شوية كالر منهو زيته مندهنه بتكون نحلة المشكلة هلأ الكرستان يلي على اليمين والشمال هني الكراسي الموجودين عندك الكابيتونية اللي قلت لي هني سوفينير وما بدك تخسرهم حطيت شي قريبا عليهم بس فيك انت تحط الكراسي اللي عندك اكيد طولة النص كتير ضخمة بفتكر لازم تشيلها وتشتغل بهيدا الستايل معناتها جددنا بالكنابية بالبابيكبان وطولة النص البانش فيك تزيده وفيك ما تحطه يعني البانش هو زيادة عدد للمقاعد بس هيدا فيك تشيله او فيك تحطه ما في مشكلة اذا زدنا بنش او لا اذا انت بهت بالفاسعة حد الشمينة شلنا البار هلا منكفي على الصورة التانية تنفوت اكتر بالتفاصيل ومنشوف هون معنا هلا بيانيت الشمينة الشمينة تركتها مثل ما هي بس زيانتلك ايها نوال انت قلتلي انه دايما عندك على نوال مشكلة كيف بدك تزيين البيت فم بما انه نحنا باجواء العيد الشمينة بس اذا زيانها بهالطريقة كتير سابل في كتير عالم عندها شمينة مثل الشمينة اللي عندك ما ضروري ابدا يكون عندي رف الخشب فوق بيت النار تعمل ديكار بقدر بعملها بهالطريقة واذا حطينا الكورون يلي كتير هو كريستمس ترديشن كمان على الفساد بيطلع مهضوم بس الفساد هايدي انا ما اشتغلت فيها الا بس انه زيانتلك ايها لانه ما بديك تخسرها وما بديك تخسر مساري اكيد لانه هوني حرام انه نعمل اكتر من هيك وطولة النص اللي عندك الشجرة الحلوة وهاللوح الازاز الكتير قوي فوقها اكيد خليها اكيد ما بنا نخسرها فهيدي اجبارة تبقى رح ننقل على صورة تانية ونشوف البرسبكتف يعني وين رح نحط شجرة العيد شجرة العيد اذا انتبهت هون حد الشمينة انا انت حطت الكنابيات كنت بفورم كأنه قل على بعضهم انا عم قللك حطهم ابيل بعضهم يعني خلي هيدا السالون ما بيأثر اذا دير ظهره للسالون الاساسي لانه هيدا الكنابية اذا دير ظهره لتاني ميل ومنحط وراها صوفا تايبل بتصير القاعدة كأنه قاعدة الشمينة صارت اكتر كوزية يعني عم نقض عن جد مع الشمينة والطولة النص متل ما قلنا تبقى والشجرة بتنحط وراهن اول ما فوت بالمدخل انا بقشع شجرة هالعيد وفيك تحطى هون دايما كل سنة منكفي كمان على الصور لانه انا بدي استفيد من الوقت انه نشوف كل الانجل سوا هيدا الكوان عم نشوف الكورنر يلي انت عندك ايها انا كل اللي عملته بالبرادة انه رح يكونوا سانسكرين ما رح يكون فيه كتير تفاصيل بس بدك تنقيهم باللون يلي بيلبق على لون الخشب كيف نحن عتقنا السانسكرين في منه من كل الالوين فهون اكيد رح يمشي الحال خلينا نكفي بعد عنا صورة واحدة بتبين لي البرتي التانية من السالون ومنكون هيك اعطيناك كل افكار القعدة الشمينة الكوستانات بالارض القعدة الكتير كوزي انفامي وعطيناك فكرة الكريسمس وبيقولك ماري كريسمس من هلأ عمد ان شاء الله تكون حبيت البرسبيكتيفات والسوليسون يلي قدمنا لك ايها وكلكن بليز متل عمد اذا عندكن اي شي بالبيت بتكونينا انه نعمل هيك سوليسون ارشتكترال نحطها على الهواء بعتولي على هانادية ابو جودي على الانستغرام على المورنينج توك وعلى الالبي تي اي اشتركوا في القناة